موسكو رئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء ويوجه باستكمال إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازمة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي مدبول يتابع منظمة توريد الأقماح ويعلن توريد أكثر من مليونين ومائة واربعين ألف طن بعد تقدم فنلندا والسويد رسميا بطلب للحصول على عضوية النيتو موسكو تعلن أن الرد سيكون مفاجأة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم اطلع رئيس عبدالفتاح السيسي على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الإطار لا سيما الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية وكذلك صناعة المواد الخام وخلال اجتماع مع مستشاره لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة حيث وجه باستكمال العمل على إنشاء مراكز للتجميع وفقا للجداول الزمنية المحددة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا وقد عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية مشيرا إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عم وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من آراد بسيطة دون مضاعفات وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة برامج توعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعة المنشطة وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية اطلع السيد الرئيس على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحارية موجه سيادته بتحقيق الاستفادة المسلة من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية كما تابع السيد الرئيس سير العمل بكل من مبادرات تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد وكذا جهود الوقاية من شلال الأطفال موجه سيادته بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي كافة الأطفال حدثه الولادة لتطعيم المضاد لمرض شلال الأطفال والجرعات المنشطة منه أضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد عود تاجدين أعرض كذلك مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة وقد وجه السيد الرئيس باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة كما اطلع سيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الإطار لسيما الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية وكذلك صناعة المواد الخام أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن منظومة توريد الأقماح تعمل بكفاءة عالية وأنه تم حتى الآن توريد أكثر من مليونين ومئة واربعين ألف طن جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الاجتماع وجه مدبولي بأهمية تكثيف حضور الوزراء وأطقم العمل المختلفة بمقرات الوزرات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيرا إلى أن ذلك ياتي في إطار خطة الدولة لانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد مؤخرا لشرح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدا أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة وإطلاع الرأي المصري العام والعالمي على ما يتم تنفيذه هذا وكلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن أليات توفير الأراضي بحق الانتفاع أو بنظام التمليك لمن يرغب لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع السابع لللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 حيث تابع مدبولي خلال الاجتماع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم غدا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ موجها في هذا الإطار بسرعة تتشين الموقع الإلكتروني الخاص بالدورة السابعة والعشرين للمؤتمر مؤكدا أنه يتابع بنفسه بصفة دورية مع محافظ جنوب سيناء استعدادات المدينة لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لصياغة خطة التحرك المستقبلية مع مؤسسة وجهات التمويل الدولية في إطار جهود جذب التمويل المطلوب للمشروعات المصرية صديقة البيئة والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة حركة السياحة الوفدة إلى مصر وجهود جذب الأسواق البديلة إليها أكد مدبولي حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على بذل كل الجهود الممكنة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة التي أثرت سلبا على حركة السياحة العالمية وأشار مدبولي إلى أهمية البحث عن أسواق بديلة للأسواق التقليدية واستقطاب شرائح متنوعة من السائحين تتلاءم مع حركة التنمية السياحية الشاملة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر إجراءات رفع الكفاءة القتلية لإحدى وحدات قوات الصاعقة وذلك للوقوف على مدى جهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهم بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتلية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفى بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدراتها القتلية لتنفيذ المهام المكلفة بها كما ألقى قائد قوات الصاعقة ألوى أركان حرب أحمد رشاد دنيا كلمة أكد خلالها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها قوات الصاعقة أعقب الكلمة تنفيذ عدد من البيانات العملية التي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتلية ومهارات ميدانية ذات طابع احترافي خلال تنفيذ المهام كما شاهد الفريق أسامة عسكر معرضا للأسلحة والمعدات الفنية عكس حجم التطور والتحديث بمختلف الأسلحة لقوات الصاعقة عقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات مشيدا بما لمسه من استعدادات قتالية وروح معنوية مرتفعة للقوات كما طلبهم باليقظة والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بدنمية المهارات الميدانية للمقاتلين لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة لرجال الصاعقة قام وزير الداخلية محمود توفيق بالموافقة على قبول دفعة جديدة بمعاهد معاون الأمن للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وتسحب كراسات الشروط الالتحاق اعتبارا من الحادي والعشرين من الشهر الجاري وحتى الثالث والعشرين من الشهر القادم من معاهد معاون الأمن بطرة والبحيرة وسوهاج دفعات متتالية من معاون الأمن أثرت العمل الشراطي بكفاءتها واحترافيتها التي اكتسبتها على مدار فترة دراستها وتدريبها بمعاهد معاون الأمن وفي هذا الإطار صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الذكور والإناس بمعاهد معاون الأمن وفقا لشروط وضوابط أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن فتح باب القبول والضوابط تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها لراغب الالتحاق بمعاهد معاون الأمن من الزكور والإناس الدفعة السابعة وفقا للقواعد التالية أولا شروط القبول أن يكون المتقدم مصر الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية أن لا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة كما تم الإعلان عن أماكن سحب قراسات للتحاق وهي معهد معاون الأمن بطراء ذكور وإناسة ومعهد معاون الأمن بمدخل وادي النطرون بالبحيرة للذكور فقط ومعهد تأهيل الأفراد بحي القوثر بسهاج للذكور ويتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية تم استحداث صفحة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت تحت مسمى خدمات معاون الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يبدأ التقدم من خلال الموقع اعتبارا من يوم السبت الموافق 21.05.2022 حتى يوم الخميس الموافق 23.06.2022 وتهيب وزارة الداخلية براغب التقدم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي للوزارة المخصص لذلك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتواصل مع المعاهد المشار إليها بالإعلان عقب اجتياز متقدم لكافة الاختبارات المحددة والمعلن عنها صحية وبدنية ورياضية يلتحق المقبولون بمعاهد معاون الأمن للدراسة بها على مدار عام ونصف ويحصلون خلالها على مزايا إضافة إلى المزايا التي يحصلون عليها عقب التخرج والالتحاق بالعمل في كافة مجالات ومواقع العمل الشرطي هم إضافة حقيقية لمنظومة العمل الأمني التي تسعى وزارة الداخلية إلى تطويرها باستمرار وضخ دماء جديد من العناصر البشرية المدربة لأداء المهام الأمنية وهو ما تؤكده الكفاءة التي يتمتع بها معاون الأمن مع الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاون الأمن تتاح الفرصة لأعداد كبيرة من الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للتحاق بهذه المعاهد وفقا للضوابط المعلن عنها مع سحب قراصات القبول في الواحد والعشرين من الشهر الجاري عبدالله بركات التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 338 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 109 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 59 طن مواد غذائية كما تم ضبط أكثر من 16 طن سلع غذائية وغير غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت كما تم ضبط ما يقرب من 13 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 411 قضية من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 170 طن أقماح محلية وإلى الأزمة الأوكرانية حيث أعلنت الخارجات الروسية أن رد على قرار فلندا بالانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلنطية النيتو سيكون مفاجأة من جهتها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زغاروفا أن الدعم الغربي لكييف بالأسلحة يهدف إلى إطالة أمد المواجهات العسكرية واتهمت زغاروفا الغربة بقيادة المواجهات في أوكرانيا ضد روسيا مشيرة إلى أن قيادة كييف استخدمت الناس كآداه للابتزاز في مصنع أزوفستال بماريوبول على حد وصفها كانت كل من فنلندا والسويد قد تقدمتا رسميا وبشكل مشترك بطلب انضمام للنيتو للحصول على عضوية الحلف من جانبه رحب أمين عام النيتو يينز استورتنبرغ بهذا الطلب مشيرا إلى أن كل الحلفاء يوافقون من حيث المبدأ على توسيع الحلف على نحو سريع تمضي فنلندا والسويد نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو بعد موافقة البرلمان في كل البلدين على تلك الخطوة بأغلبية كبيرة وعلى الرغم من التحذيرات الروسية المتكررة من التداعيات تقدمت فنلندا والسويد بطلبين رسميين الانضمام إلى الحلف اليوم في مقره لتبدأ بذلك عملية انضمام من المتوقع أن تستغرق بضعة أسابيع فقط تصديق جميع برلمانات الدول الأعضاء وعددها 30 قد يستغرق ما يصل إلى عام إلا أن القرار الذي جاء إسرى مخاوف من مصير أوكرانيا من شأنه أن يغير خريطة أوروبا جغرافيا وقتصاديا وعسكريا وسينهي 75 عاما من عدم الانحياز العسكري للبلدين وقد يجور المنطقة إلى حرب جديدة على غرار الأزمة الأوكرانية قرار السويد وفنلندا دولتين المحازيتين لروسيا سيعطي موطأ قدم جديد لحلف الأطلنطية على الحدود الروسية الذي حذر رئيسها بوتين من تلك الخطوة معتبرا أن توسع حلف الناتو يعتبر مشكلة تصنعها الولايات المتحدة بشكل عدائي لخدمة مصلحتها الخارجية وأن ذلك سوف يؤثر على أمن المنطقة توسيع حلف الناتو يهدف إلى تطبيق روسيا حسب ما أعلنت موسكو وانضمام فنلندا والسويد يساعد في تسريع تنفيذ تلك الخطة إلا أن روسيا تعتبر توسع الحلف شرقا في اتجاه الاتحاد الروسي يتساوى في التهديدات مع حالة أوكرانيا اعتبرت إسبانيا قرار روسيا طرد 27 من دبلوماسيها غير مبرر الرد الإسباني يأتي بعدما أعلنت روسيا أنها قررت طرد 85 موظفا من سفارات كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا هو القرار الذي جاء ردا على تحركات مماثلة لتلك الدول وقالت الخارجية الروسية أنها أمرت برحيل 34 موظفا دبلوماسيا من السفارة الفرنسية و 27 من السفارة الإسبانية و 24 من الإيطالية يذكر أن الدول الثلاث بين الدول الأوروبية التي طردت بشكل جماعي أكثر من 300 روسي منذ العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا متهمين إياهم في كثير من الحالات بالتجسس وهو ما نفته موسكو اتهم المتحدث باسم الكريملين دمتري بيسكوف كييف بافتقار الإرادة لمواصلة محادثات السلام مؤكدا أن المباحثات بين روسيا وأوكرانيا متوقفة حاليا وأوضح بيسكوف أن كييف غير راغبة في أي حوار وفي أي مباحثات جدية وفعالة مع موسكو كانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت أن المحادثات معلقة بسبب روسيا طالبت السلطات الأوكرانية روسيا بتبادل 265 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال 24 ساعة الماضية بأسرى حرب من القوات الروسية لديها يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الذين استسلموا كانوا متحصنين في مصنع أزوفستال الصلب آخر معاقل القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبل مؤكدة أنه سيتم تعامل معهم كأسرى وفق القانون الدولية كانت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليور قد أكدت في وقت سابق أن كييف لن تكشف عن عدد الجنود الأوكرانيين داخل المصنع حتى يصبح الجميع بأمان وزيرة الخزانة الأمريكية جانت ييلن أنه سيكون من غير القانوني أن تصادر الولايات المتحدة أصولا مجمدة للبنك المركزي الروسي للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء العمليات الروسية وأبلغ تيل أن الصحفيين قبيل اجتماعا لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا أن الولايات المتحدة وحلفائها جمدوا حوالي 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي وبدأت للتو مناقشات بين الحلفاء الغربيين حول كيفية تمويل إعادة أعمار أوكرانيا في الأجال الطويل وما إذا كانت تلك الأصول الروسية المجمدة يمكن أن تلعب دورا في ذلك اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء صندوق دفاع قيمته 500 مليون يورو لمساعدة حكومة الاتحاد الأوروبي على تطوير وشراء المزيد من الأسلحة موضحة أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى التحديث ومع كون معظم دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في حلف شمال الأطلنطي ينظر إلى التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي على أنه تعزيز للأعضاء الأوروبيين في الحلف الغربي وتقليل للاعتماد على الولايات المتحدة مع استمرار إتاحة جميع الأصول لاستخدام الحلف وستطلب ذلك من حكومات تكتل إجراء عمليات شراء مشتركة كوسيلة لتعزيز التعاون وهو أحد أهداف الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للتغلب على سنوات من هدر الإنفاق أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندولاين أن بروكسل تقترح مساعدة المالية استثنائية جديدة لأوكرانيا تصل إلى 9 مليارات يورو في 2022 كان الاتحاد الأوروبي قد خصص مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار يورو إثر تعرضها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية عن ارتفاع عدد اللاجئين الفرين من أوكرانيا لبولندا إلى 3.442.000 لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وأضافت الوكالة أن قرابة 20.000 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد خلال 24 ساعة مضت مقابل أكثر من 19.000 في اليوم السابق عليه وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفرين من بلادهم يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية السادسة مستمرة وتتابعون فيها أوروبا تعتزم استثمار 300 مليار يورو للاستغناء عن الوقود الروسي بحلول 20-30 أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسلا بوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم حجد استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو بحلول عام 20-30 وذلك لإنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسيين وأضافت رئيسة المفاوضية أن الاستثمارات ستشمل 10 مليارات يورو للبنية التحتية للغاز ومليار يورو للنفط وتخصص باقي الاستثمارات للطاقة النظيفة كما أشرت رئيسة المفاوضية الأوروبية إلى أن بروكسل تطرح أيضا أهدافا أكبر ملزمة قانونا للطاقة المتجددة ولترشيد الاستهلاك الخاص بالطاقة بحلول عام 20-30 يخصص البنك الدولي 12 مليار دولار على مدى الخمسة عشر شهر المقبلة على مشاريع جديدة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأضح البنك أن الجزء الأكبر من هذه الموارد سيذهب إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ووسط أسيا وجنوبها وأضف البنك الدولي أن من شأن تلك المساعدات أن تدعم الزراعة في تلك الدول والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودعم مشاريع إمداد بالمياه والرأي أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحدي الأمريكي جيرون باول أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل الدفع باتجاه تجديد السياسة النقدية إلى أن يتراجع التضخم بشكل واضح وشدد باول على أنه إذا لم تتباطأ وطيرة زيادات الأسعار فإن المركزي الذي رفع سعر الفائد الرئيسي بمقدار 34 نقطة مئوية هذا العام لن يتوانى عن رفع الفائد إلى مستويات أكثر تجديدة إجراءات عديدة تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة التضخم الذي يضرب البلاد في إطار جهود حثيثة لمواجهة الأزمة الاقتصادية جهود دفعت رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيرون باول ليعلن أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل الدفع باتجاه تجديد السياسة النقدية إلى أن يتراجع التضخم بشكل واضح شدد باول على أن واشنطن ستنظر في التحرك بشكل أكثر قوة لتجديد الأوضاع المالية إذا لم تتراجع معدلات التضخم مشيرا إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيعقف على تقييم البيانات في كل اجتماع على حدة لمعرفة كيف يسير الاقتصاد والتضخم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ذكر كذلك من أنه إذا لم تتباطأ وتيرة زيادات الأسعار فإن المركزي الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3-4 نقطة مئوية هذا العام لن يتوانى عن رفع الفائدة إلى مستويات أكثر تجديدا كان مسح اقتصادي لجامعة ميتشيغان أظهر أن معنويات المستهلكين الأمريكيين تدهورت في أوائل مايو مع استمرار المخاوذ بشأن التضخم لتبلغ 59.1 نقطة مقارنة مع الكراءة النهائية في إبريل والبالغة 65.2 نقطة هذا ويبلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ 2% قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراز أن بلادها تواجه وضعا اقتصاديا شديدا صعوبة بعد أن سجل التضخم معدلا سنويا بلغ 9% في أبريل الماضي وهو الأعلى منذ بدء التقديرات الرسمية في أواخر الثمانينات وأوضحت تراز أن بلادها تواجه وضعا اقتصاديا عالميا خطيرا مشيرة إلى أن التضخم مرتفع للغاية بات الشعب البريطاني يأن من أزمة جديدة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب والتدعيات الراهنة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي ففي استطلاع أجرته وكلت رويترز الأنباء كشف عن أسوأ أزمة تكاليف تشهده بريطانيا في سلاسة عقود ستبلغ زروتها قرب نهاية هذا العام لكن بنك أنجلترا سيكون أكثر تشددا في رفع أسعار الفائدة عن المتوقع في إطار سعيه للحد من ارتفاع التضخم ومع مواجهة الحكومة ضغوطا متزايدة لدعم دخل الأسر ذكر مشاركون في الاستطلاع أنه يتعين على الحكومة فعل المزيد الآن وقال جميعهم إن الدعم يتعين أن يستهدف الأسر الأقل دخلا ومع مواجهة البريطانيين أزمة تكاليف المعيشة أظهرت بيانات رسمية أن التضخم بلغ أعلى مستوى له في 40 عاما حيث سجل 9% الشهر الماضي وهو ما يتجاوز بأكثر من أربعة أمثال الهدف الذي حدده بنك إنجلترا عند 2% ومع تجدد الإغلاق في الصين لمكافحة جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يعود من جديد تفاقم أزمات سلاسل الإمداد الأمر الذي يؤدي لزيادة كبيرة وسريعة في الأسعار العالمية أعلنت اليابان عن انكماش الناتج المحلي الإجمالية بفعل زيادة التكاليف ويثير هذا التراجع مخاوف من فطور النمو وارتفاع معدل تضخم وكشفت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد عالمي تراجع على أساس سنوي 1% بين يناير ومارس هو ما يقل عن توقعات المحاللين بانخفاضه 1.8% أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية أن الاقتراع جرى إلى حد بعيد في نطاق احترام مقتضيات القانون والأنظمة وأعرب الأمين العام المساعد في مراقبة الانتخابات اللبنانية السفير أحمد رشيد أعرب عن أمله في أن تفضي هذه الانتخابات إلى استقرار الأوضاع اللبنانية تؤكد بعثة جامعة الدول العربية أن هذا الاقتراع جرى إلى حد بعيد في نطاق احترام مقتضيات القانون والأنظمة وتتطلع بعثة جامعة الدول العربية بأن يكون هذا الاستحقاق التشريعي مرحلة جديدة في العمل الوطني الهادف والبناء يطلع فيها البرلمان بدور كامل وفعال في الدفع بمصارات التغيير والإصلاحات بما يتماشى مع الطموحات المشروعة للشعب اللبناني في الاستقرار والعيش الكريم عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جلسة محادثات مع الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وذلك على هامش زيارته لمدريد للمشاركة في الدورة الأولى للمنتدى العربي الإسباني للخدمات السمعية البصرية العامة وفد بيان صادر عن الجامعة العربية بالقاهرة أن الأمين العام أجرى كذلك مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الإسباني خصي مانويل وأوضح البيان أن أبو الغيط عبر خلال اللقاء عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين الجامعة العربية ودولها الأعضاء وإسبانيا مشيدا بعمق هذه العلاقات في ظل الروابط التاريخية التي تربط الجانبين أكد المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات ثقته الكبيرة في الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مشددا على أنه قائد محب لشعبه ومخلص لقضايا أشقائه العرب جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بمناسبة انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة وذلك عقب جلسة خاصة عقدها المجلس لتأبين الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وخلال البيان شدد المجلس الوطني على أنه على يقين تام بأن دولة الإمارات ستشهد تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرحلة جديدة من الإنجازات حضت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسكارت طبقة السياسية العراقية على الخروج من المأزق الذي تمر به مؤسسات البلاد منذ أكثر من سبعة أشهر محذرة من مخاطر حصول اترابات شعبية وفي تصريحات صحفية عقب جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول العراق قالت المسؤولة الأممية إنها دائما ما تسعى لرؤية الجانب الإيجابي من الأمور موضحة أنه حان الوقت لإحداث تغيير ولارتقاء القادة السياسيين العراقيين إلى مستوى أعلى أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم وما ليس في وضع أفضل مما كان عليها عندما ظهر فيروس كورونا في عام 2019 وأضافت اللجنة التي شكلتها المنظمة لتقييم القدرة العالمية على مواجهة الأوبئة أضافت أن الواقع أسوأ بالنظر إلى الخسائر الاقتصادية واعترف التقرير بإحراز بعض التقدم بما في ذلك ضخ مزيد من التمويل في منظمة الصحة العالمية لكنهم قالوا أن العملية تسير ببطء شديد قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونجون إن إهمال وكسل المسؤولين الحكوميين أدى إلى تفاقم تفشي فيروس كورونا وخلال ترأسه لاجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم قال كيم أن هناك عدم نضج في قدرة الدولة على تعطي مع الأزمة وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية مؤخرا تجاوز عدد الحالات المعروفة في كوريا الشمالية 1.7 مليون إصابة بفايروس كورونا أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن الوضع في أيرلندا الشمالية مقلق جدا جاء ذلك بعد أن كشفت الوزيرة البريطانية عن خطة جديدة لإنهاء الخلاف حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكزيت بشكل نهائي حيث أشارت تراس إلى خطط لتشريع جديد في مجلس العموم من شأنه أن ينهي عناصر بورتوكول أيرلندا الشمالية ويخفف الخلافة الذي تسبب فيه مع استمرار احترام السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أعلنت كوريا الجنوبية أن اختبار كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات بات وشيكا وأوضح نائب مستشار الأمن الوطني كامتهى أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية جاهزة للتعبئة إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز خطير مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن تختبر بيونج يانج سلاحا نوويا أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدل لصل المتوقع أن تبدأ يوم الجمعة المقبل دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش إلى تخفيف القيود على الطاقة المتجددة وتشكيل تحالف عالمي لتسريع نشر تكنولوجيا البطاريات وحثى جوتاريش الدول على تخفيف قيود الملكية الفكرية لتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري ومكافحة تغير المناخ تأتي دعوة جوتاريش في الوقت الذي أصدرت فيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقريرها السنوي الذي خالص إلى أن أربعة مؤشرات رئيسية لتغير المناخ وهي تركيزات غازات الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر وحرارة المحيطات وزيادة حموضتها وقد سجلت أرقاما قياسية جديدة عام 2021 ذكر فريق من العلماء أن زيادة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة والتسام بالرصاص مسؤولان عن وفاة نحو 9 ملايين شخص سنويا منذ 2015 الأمر الذي يقود التقدم المتواضع في مواجهة التلوث في أنحاء العالم بينما يستعد قادة العالم لمناقشة تفاقم مشكلة التغير المناخية في قمة كوب 27 تظل الأثار الكبيرة للتلوث جاسمة على أنفاس ملايين البشر حول العالم وبالتحديد في الدول الأكثر تضررا من هذه الظاهرة وقد بات تلوث الهواء من الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة كما أنه يتسبب بمرض ملايين الناس حول العالم خاصة في المدن الكبرى بالدول النامية فريق من العلماء أكد أن زيادة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة والتسمم بالرصاص مسؤولان عن وفاة 9 ملايين شخص تقريبا سنويا منذ عام 2015 الأمر الذي يقود التقدم المتواضع في مواجهة التلوث في أنحاء العالم ووفقا لتحليل العلماء لبيانات معدلات الوفاة العالمية ومستويات التلوث فإن تلوث الهواء من عمليات الصناعة والتوسع الحضرية ساهم بزيادة نسبتها 7% في الوفيات المرتبطة بالتلوث ما بين عامي 2015 و2019 وفي الدراسة الحديثة التي نشرتها دورية لانسيت لانتيري هيلس على الإنترنت حلل الباحثون بيانات 2019 من دراسة تجريها جامعة واشنطن تدرس التعرض للتلوث وتحسب مخاطر الوفاة وقد خلص الباحثون إلى أن الوفيات المرتبطة بالملوسات التقليدية وكشفت البيانات المعدلة لحساب تأثير التلوث أن المياه والتربة الملوسة وعدم نقاء الهواء في الأماكن المغلقة عوامل جعلت شاد وأفريقيا الوسطى والنيجر من البلدان الأكثر تسجيداً لوفيات مرتبطة بالتلوث وذكر الباحثون أن بعض العواصم الكبيرة أعرزت بعض النجاح في مكافحة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة ومنها بانكوك وبكين ومكسيكو سيتي لكن في المدن الأصغر ما زالت مستويات التلوث تسجل ارتفاعاً قالت سلطات الهندية أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من منازلهم في ولاية آسام شمال شرق الهند هرباً من فيضانات عارمة وحذرت السلطات من أن الوضع قد يزداد سوءاً نتيجة استمرار تواصل الأمطار الغزيرة وفاض نهر براء هامبوترة أحد أكبر الأنهار في العالم والذي يمتد إلى منجلدش المجاورة على ضفتيه على مدى الأيام الثلاثة الماضية في آسام مما أغرق أكثر من 1500 قرية أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لصدور قرار بتعميم نظام الأوبنبوك في جميع الصفوف الدراسية وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن أوضح المركز الإعلامي الذي قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام الأوبنبوك المتمثل في كراسة المفاهيم المعدة من قبل الوزارة والتي تم اعتمادها كبديل للكتاب الورقي والتابلت مطبق فقط على امتحانات المرحلة الثانوية العامة 2022 دون باقي الصفوف الدراسية وذلك نظراً لطبيعة الأسئلة المستخدمة في هذه المرحلة حيث تعتمد وبشكل أساسي على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس على الحفظ والطلقين رحب رئيس حزب الوفدة الدكتور عبدالسند يماما بدعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية المختلفة وقال يماما في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري إن هذه الدعوة مطلوبة وذكية لأنها لم تضع قيوداً للحوار وتركت للمتحاورين تحديد الموضوعات وعلى هامش انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني السياسي بالحزب أضاف رئيس الحزب أن هذا الحوار يأتي بالتزامن مع الجمهورية الجديدة وأنه ترسيخ لدولة قائمة بالفعل ولها مؤسساتها الكاملة الرئيس بادر بالدعوة إلى الحوار والحقيقة يعني الدعوة مطلوبة الدعوة زكية لأنها لم تضع قيود على موضوعات الحوار وتركت للمتحاورين أن يحددوا الموضوعات ولكن لمن يطلع جيداً على دعوة الرئيس يجد أنه هناك إطار أو ضوابط لهذا الحوار ودستورنا في المادة الخامسة بينص على أن تداول السلطة وعلى أن نظام الحكم يقوم على تعدد الأحزاب فإحنا الأحزاب لها دور أساسي الحقيقة فإحنا من هذا فهذا حوار سياسي والسياسة لا تمرس إلا من خلال أحزاب وإحنا سنقدم رؤيتنا في تحديد موضوعات الحوار في إطار الدولة لأننا الحقيقة نكلم على دولة قائمة ومستقرة ولها دستور وفي سلطات وفي مجلس نواب ومجلس شيوخ وفي وزارة وفي رئيس الدولة فإحنا ليس نبتدي من فراغ وكوزير الخارجية سامح شكري بموصلة تنمية وتطوير مهارات الكوادر البشرية المنقولة للعمل في العاصمة الإدارية عبر البرامج التدريبية المكثفة المخصصة لهم جاء ذلك خلال اجتماع مع عدد من مساعدي وزير الخارجية وكبار مسؤولي الوزارة بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي إطار الانتقال التدريجي للوزارة للعمل من مقرها الجديد طالب شكر قيادات الوزارة بالاستمرار في الدفاع عن المصالح المصرية في الخارج وبمواصلة الترويج لما تشهده مصر من طفرات غير مسبوقة في مختلف المناحي وذلك في ظل رؤية الجمهورية الجديدة نظمت أكاديمية الأقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين زيارة لمبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة للإذاعيين المشاركين في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية وقاموا خلال الزيارة بجولة داخل المبنى الجديد وأروقة وزارة الأوقاف بصحبة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أهلا بكم من جديد عرضت تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في مؤتمر دولي بأبوظبي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة نمجهم في المجتمع جاء ذلك بحضور ممثلي خمسين دولة حيث يتصدر المؤتمر الدولي بدولة الإمارات تحت عنوان توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة تحدي الإدمان واتات مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في المؤتمر بدولة الإمارات الدولية العربية المتحدة والذي استمر على مداري خمسة أيام تضمن ثمانين جلسة علمية فضلا عن أحداث جانبية لأكثر من خمس وعشرين ورشة عمل إضافية إلى وأيضا تنظيم حوالي ما يقرب من ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر برنامجا تدريبيا عالميا باعتبار تجربة الصندوق من التجارب الرائدة التي اعتبرها الكثير من الدول من التجارب الملهمة رحبت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم بالتعاون مع الأشقاء في السودان وتبادل التجارب في العديد من الملفات ومن بينها الخبراء بالخارج وقالت نبيلا مكرم خلال استقبالها وزيرة العمل السودانية سعاد الطيب أن تجربة السودان في مجال المغتربين ملهمة من جانبها أكدت وزيرة العمل السودانية حرصها على التعاون مع وزارة الهجرة المصرية خاصة بعد نجاحها في عديد من الملفات أعلنت محافظة سهاج عن استقبال صوامع وشوان المحافظة 42 ألف طن من الأقماح بمختلف الشوان والصوامع بنطاق المحافظة حتى الآن وأكد محافظ سهاج طارق الفقي أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات لتذليل كافة العقبات ولتسهيل عمليات التوريد على المزارعين وأهمية الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة لتوريد الأقماح والتأكد من جودتها وإحكام الرقابة والسيطرة على حركة تداول الأقماح الأقماح الانتاجية عالية الجودة مرتفعة جدا الحبوب ممتلئة نحن نقدم جميع التسيرات للمزارعين في عمليات استلام الأقماح المحلية من أول ما تدخل العربية الحاد لما يتم التفريغ على النقرة كما هو موجود في الصورة أمامكم طبعا أسعار الجمح محددها وزارة التومين بأسعار ممتازة جدا درجة نقاوة 23.5 قراءة 885 درجة نظافة 23.875 درجة نقاوة 22.5 865 لأن طبعا الحمد لله رب العالمين يعني السنادي الأمور الدولة عاوزة تأخذ أكبر كمية من الأقماح والانتاجية مرتفعة بدرجة عالية خالص نظمت وزارة البيئة حملة نظافة بمحيط وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر وتهدف الحملة إلى التوعية بمخاطر البلاستيك وتهديده للحياة البرية والبحرية حيث شارك في الحملة عدد من حراس البيئة بمنطقة جنوب البحر الأحمر والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال إلى زميلي مصطفى ميزار إلى الجولة الاقتصادية أهلا بك تفضل شكرا نهى التوفيق وشكرا يوسف عبدين أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة نتابع فيها أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وخلال فعليات الملتقى السابع للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أكدت نيفين جامع على حرص الوزارة على تطبيق كافة تدابير الأمن الصناعي وذلك للحفاظ على المنشآت الصناعية وسلامة العاملين وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن الملتقى يمثل منصة هامة لتبادل الرؤى حول موضوعات السلامة والصحة والصحة المهنية أعلنت وزيرة التعاون الدولي راني المشاط أن تحقيق التعافي العادل والمستدام يتطلب تعزيز التعاون متعدد الأطراف وذلك لتلبية متطلبات التنمية في الدول النامية والاقتصادات الناشئة جاء ذلك خلال جلسة النقاشية تحت عنوان تحقيق تعافي اقتصادي عادل ومستدام وذلك ضمن فعاليات قمة جوجل ريجش جزيزت التي تنظمها الشركة العالمية جوجل بالمملكة المتحدة بمشاركة العديد من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد الأعمال وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الابتقار وريادة الأعمال في تحقيق التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ضرورة تنوع قطاعات ومجالات الاقتصاد المحلي للحد من تأثير الصدمات الاقتصادية جاء ذلك خلال مشاركة شعراوي في جلسة دور المدن الوسيطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وذلك على هامش فعليات الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية بكينيا وأكد وزير التنمية المحلية أن تعزيز قدرات المدن الوسيطة يسهم بشكل كبير في تطوير قدرة المحليات على تقديم صورتها كواجهة استثمارية منتجة وداعمة للاقتصاد الوطني صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بدعم من مشاريات المستثمرين المصريين بينما مال التعاملات العرب والأجانب للبيع وقد ارتفع فيها رأس المال السوقي لأسم الشركات بـ 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10467 نقطة وأغلق عند 10467 نقطة مرتفعاً بـ 27 من 100% كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1844 نقطة ليحقق نسبة قدرة بـ 76 من 100% كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2768 نقطة ليغلق عند مستوى 2783 نقطة مرتفعاً بنسبة قدرت بـ 55 من 100% إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيهاً و 21 قرشاً للشراء و 18 جنيهاً و 33 قرشاً للبيع بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و 15 قرشاً للشراء و 19 جنيه و 27 قرشاً للبيع وذلك في حين وصل الجنيه السرليني إلى 22 جنيه و 62 قرشاً للشراء و 22 جنيه و 78 قرشاً للبيع بالنسبة للعملات العربية فقد سجلت درهم الإمراطي ما قيمته 4 جنيه و 95 قرشاً للشراء و 4 جنيه و 99 قرشاً للبيع في حين وصلت قيمة الريال السعودي إلى 4 جنيه و 86 قرشاً للشراء و 4 جنيه و 89 قرشاً للبيع أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي السرطيجي للولايات المتحدة الأمريكية هبط الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 528 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر عام 1987 من ناحية أخرى أظهرت البيانات أن معدل تشغيل مصاف التكرير في منطقة الساحل الشرقي الأمريكي ارتفع إلى 95% وهو الأعلى منذ يوليو من عام 2018 وصلت أغلب مؤشرات أسواق الأسهم في الخليج العربي ارتفاعها ووسعت مكاسبها والتي بدأتها الجلسة السابقة لتغلق مرتفعة مع صعود أسعار النفط لكن مؤشر دبي خالف التوجه العام وأغلق على تراجع وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في أبوظبي مرتفعاً هو الآخر بنسبة 1.4% وارتفع مؤشر السوق السعودية 12% وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم في سوق دبي بنسبة 9% انتهت هذه الجولة مشاهدين الكرام في أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة نعود للمتابعة والختام مع يوسف عبدين ونها توفيق شكراً جزيلاً لك مصطفى ميزعار انتهت نشرتنا وباقي التذكير بالعنوين الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء ويوجه باستكمال إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازمة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي مدبول يتابع منظومة توريد الأقماح ويعلن توريد أكثر من مليونين ومئة واربعين ألف طن بعد تقدم فنلندا والسويد رسمياً بطلب للحصول على عضوية النيتو موسكو تعلن أن الرد سيكون مفاجأة شكراً لطيبي متابعتكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر